الخبر اللي عندي ده خبر خاص بحضرتنا بالتماثيل بتاعتنا بالأثار بتاعتنا شوفوا الخبر بيقول ايه؟ الخبر بيقول انه دار سواذا بيس ودي الدار دي للمزادات الحقيقة هي دار متخصصة في المزادات وهي من 1744 موجودة في لندن وهي متخصصة في مزادات خاصة بالمجوهرات والتماثيل وكل الحاجات اللي لها قيمة تمثال اللي انتو شايفينه ده تمثال مصري هي باعت طبعا تم بيع هذا التمثال وهو من الحجر الجيري زي ما انتو شايفينه وبيرجع الى اواخر الاسرة الخامسة وبحسب الدار المزادات جاء بيع ذلك التمثال في مزاد بعنوان اللوحات الاساسية وتم الحقيقة يعني زي ما انتم شايفين كده جمع عدد من اللوحات والاعمال الحجرية وبيرجع تاريخ التمثال اللي الفترة ما بين 2440 ل 2355 قبل الميلاد تم بيعه بقى يبصوا الرقم بما يقارب عشرة ملايين دولار التمثال ده من مقبرة تقع في المقبرة الغربية الكبرى بجانب هرم خوفه وبتعود لرجل اسمه ويري وزوجته اسمها ميتي وبيعود تاريخهم للأسرة الخامسة طبعا الفرعونية على الارجح طبعا ده في عهد نيوسيرا يعني طبعا عهد من الأسر الخامسة وده في حوالي 2432 قبل الميلاد ليه 2421 كانت موجودة في الاصل فين بقى؟ في غرفة السرداب انتم عايفين السرداب ده بتبقى حاجة جوه متبطنة جوه الهرم نفسه التمثال بيزن ارتفاعه لـ 80 سنتيمتر بيصور ايه بقى؟ بيصور زي ما انتم شايفين شكل التمثال رجل يمشي في وضع نموذجي للفترة دي تقريبا ومحطود زي ما انتم شايفين على رأس التمثال شعر مستعار مكون من صفوف من الضفائر تعارفين دايما تمثيل الفرعينة كانت لازم تبدو مشدودة وانيقة وشايفين حركة التمثال يعني قدم إلى الأمام وهي حركة يعني واقف وقفة منضبطة الحقيقة دار المزادات زي ما انتم شايفين التمثال قالت انها حصلت على هذا التمثال من الشخص اللي ملكه وكان بيعود لمتحف المتحف ده موجود في نيويورك متروبوليتن للفنون وموجود طبعا بنيويورك في الولايات المتحدة وده كان في الفترة 1996 قبل الميلاد لحد ميلادية 1996 ميلادية حتى العام الماضي اللي هو 2021 احنا عشان متعودين ان حضارتنا كلها قبل الميلاد فالواحد دايما يشوف التواريخ وكأنها قبل الميلاد شوفوا قد ايه حضارة قبل الميلاد والناس بتبقى بتستحوذ على هذه التمثيل لان هي قيمة وحضارة وكمان كنز من الكنوز يعني طبعا يعني تمثال ده بقى عثر عليه مع سبع تمثيل اخرى في مقبرة تويري زي ما قلنا وزوجته وده كان بجوار اهرامات الجيزة والكلام ده 1913 من طبعا قبل الامريكي جورج رايزل اللي كان بيعمل ضمن بعثة متحف الفنون الجميلة في جامعة هارفرد طبعا زي ما انتم شايفين قيمة كانت عاملة ازاي الحقيقة لو رجعتوا كده حتى حتشوفوا انه التمثال ده بخبره عامل تريندينج النهاردة للناس اللي بتهتم بالتريندز فده من الاخبار اللي عاملة تريندينج وليه عامل تريندينج بشكل طبيعي لانه محبي الاثار في العالم كله يحبوا يعرفوا الاخبار دي فشوفوا هذه القيمة لحضارتنا قد ايه بتعمل تريندينج وهي قيمة خاصة بالاثار يعني مش شرط التريندينج يكون لاخبار اجتماعية او اخبار فنية او اخبار لها شكل خفيف ولكن حتى التمثيل والاشياء اللي لها قيمة بتعمل كمان نفس التريند